طيب كابتن سامي أمصان في الحقيقة أضار المغرام برح بشكل كويس جدا على مستوى الفني والتكتيكي الشوط الثاني ممكن إحنا لاحظنا بعض التراجع بالنسبة للأهلي للجانب الدفاعي لكن هي كانت وجهة نظر كابتن سامي أمصان طبقا للظروف الحالية والوضع الحالي للفريق اللي بيشهد عدد كبير جدا من الإصابات المؤثرة بكل تأكيد وطبقا لأن انت بتلاعب فريق برضو كبير وفريق على المستوى التكتيكي عالي جدا فكانت مباراة مميزة قومة كابتن سامي أمصان اللي بيحاول إن شاء الله بإذن الله ينهي الفترة بتاعته كمدير فني مؤكد للأهلي على أكمل وجه على أكمل وجه ففي الحقيقة كابتن سامي أمصان مثلا إيه؟ مسك الأهلي بداية من مطر الأهلي والمصري بيستلون في كاس مصر كسبنا 1-0 وبعكها لعب إسترن في الدوري كسب 4-1 وبعكها لعب الزمالك اتعدل معه 2-2 وكان الأهلي فترات كتيرة بالتحديد في الشروط الأول قريب إنه يكسب ويحسب المطر وكمان في الشروط التاني كان فيه يعني فرص كتير والزمالك بصراحة كليه فرص كتير فاتعدل مع الزمالك في الظروف دي بغيابات برضو 2-2 لعب المحلة كسب 2-1 ولعب بيراميدز في كاس كسب 2-1 طيب أما الأهلي في الظروف دي وبالغيابات دي وبوندير فني مؤقت وبالوضع الحالي اللي حضراتكم شايفينه بخصوص مثلا الإجهاد البدني اللي عند عدد كبير جدا جدا من اللاعبين وما فيش حد من الفرق الكبيرة قدر يكسب الأهلي فهنا السؤال أمال إمتى الناس دي هتكسب الأهلي إمتى الزمالك يفوز على الأهلي والأهلي في ظروف صعبة رغم إن بصراحة برضو الزمالك كان ظروفه يعني صعبة في المطر دي عنده غيابات لكن عمل مطش كبير وكان أقرب كمان لفوز في الشروط التاني إمتى بيراميدز المكتامل يفوز على الأهلي اللي بقاله ست المباريات ما بيعافش يكسب الأهلي فده إن دال يدل على قوة شخصية الأهلي إن في أي ظرف من الظروف بيقدر يحسم المطشاط وهي دي سمات الفرق الكبيرة اللي أكيد برضو موجودة عند عدد من الفرق الكبيرة جاءت داخل جمهورية مصر العربية فبإذن الأهلي يكون موفق دايما بإذن الله إن شاء الله خلال الموسم ده نقدر نفرح بفوز الأهلي بثلاث بطولات محلية كاس مصر وكاس مصر تاني ده عادي هنا فقط ما فيش مشكلة والدوري فالثلاث بطولات دول الأهلي يكسبهم يبقوا أنت بقى حاجة كويسة الميزة كمان في الكابتن سامي أم صال إن هو بإذن الله بإذن الله بيدي المدير الفن الجديد الفرقة في وضع مميز وضع مميز من حيثه إيه؟ من حيثه وضع الأهلي في جدول الترتيب تمام؟ يكسب مطشط المؤجلة يبقى الأول ويبقى فيه يعني نسبة ما من الأريحية مش حاسم طبعاً وداخل على مباراة بيترو جيت في نص نهائي كاس مصر بخلاف مقصة فيه بطولة كاس مصر الجديد فده أو دي وضعية كويسة جداً للمدرب الجديد اللي بإذن الله حيتحسس مهام عمله مع الفرقة ويبص على اللعيبة كويس وياخد قراراته وده أكيد هيحتاج بعض الوقت موسيقى